اعتمد مجلس الوزراء تشكيل لجنة مؤقتة لأعداد سياسة عامة لتأشيرات الترانزيت في الدولة برئاسة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وذلك بهدف تعزيز القطاع السياحي وإثراء النشاط الاقتصادي في الدولة من خلال منح ركاب الترانزيت الفرصة للتعرف على معالم الإمارات والترويج لمنتج الدولة السياحية ومن المقرر أن يتولى الفريق إعداد سياسة عامة لتأشيرات الترانزيت في الدولة على أن تتضمن السياسة رسوم التأشيرات وآليات زيادة عدد مستخدميها ودراسة الآثار المترتبة في سبيل تعزيز تجربة مسافر الترانزيت وترويج السياحة في الدولة